خد المفاجأة دي المفاجأة اللي محدش هيقولها هي حقيقة يعني أمير توفيق مدير التعقدات في النادي الآهلي في وجوده في النادي الآهلي تم 39 صفقة لصالح النادي الآهلي 39 صفقة دول عن طريق 26 وكيل لعبين 26 26 26 واحد ممكن بقى واحد خد له صفقتين 3 عادي واحد تاني خد له صفقتين واحد خد صفقة بس 26 وكيل في 39 صفقة ماشي حط على جنب يمشي واحدة واحدة بس هو لو أنا عايز أنا بقى مدير التعقدات في النادي الآهلي وعايز أتلاعب فالوكيل اللي جي قال لي أنا وكيل اللاهب وهو معوش ورق راسم كان الشرط الجزائي في عقد اللاعب 900 أنا بقولك بقى دي رسالة على الواتساب 900 ألف دولار فجي قال لي أنا ممكن أخلصه لك يا نادي أهلي بمليون و 200 ألف دولار وأنا عايز أستفيد أنا مدير التعقدات النادي اللي قال لي عايز أستفيد هقوله طب حلوة مليون و 200 ألف دولار بدأ ما ندفع 900 ندفع المليون و 200 ألف دول أو ندفع مليون و 500 ألف دولار ما هي المشكلة ما حدش ياخد باله واستفيد لجد ده أنا شكيت فيه عشان أعرفت النشارة الجزائية 900 ألف ويجي بيقول لي خلصارك بمليون و 200 ألف دولار طب لو أنا عايز أستفيد أنت ما ده أولى ونقول لي خليني بقى هذا لف حول نفسي واروح لوكيل فهم من مصر وقول له روح يتعقد مع اللاعب وشوف له أجيل جزء ولف حول نفسي ما أنا لو عايز أستفيد حط ده على جمع إزاي يا جماعة كلنا يعني بشكل عام أنا وإنت وكل الناس إزاي بنستسهل التشكيك في زمم الناس أنا لا أجرؤ لا دينيا ولا أخلاقيا ولا أي شيء إن أقول إن الشخص ده زمته فيها مشكلة إلا لا يبقى معايا مستند لا أجرؤ حتى لو ألف واحد قدامي قالوا لي قد بالك الراجل ده زمته مش قد كده هقول لهم فين الإثبات يا أخي ده احنا الألف بنقول لك ماشي فين الإثبات مش هصدق الألف مش هصدق المليون أدام ما فيش إثبات فإزاي يا جماعة بنستسهل الأمر ده دي نقطة ترجمة نانسي قنقر